الحمد لله رب العالمين الحمد لله أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام حي لا يموت قيوم لا ينام خالق بلا حاجة ولا خالق غيره رازق بلا مؤنة ولا رازق دونه مميت بلا مخافة ولا متحكم في آجال العباد خلافه باعث بلا مشقة يحاسب على كل زرة ولا ينسى ولا يهمل بالمرة وأشهد أن سيدنا ونبينا وقائدنا ومعلمنا وحبيب قريبنا محمدا عبده ورسوله بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين وتركنا على المحدة البيضاء الواضحة للساركين لا يزيغ عنها إلا هالك أما بعد قدر الله وما شاء فعل كان لقاؤنا معكم اليوم حوارا يدور حول أهم القضايا التي تعيشها أمتنا الإسلامية والعربية ولكن حدث أن اختار الحق تبارك وتعالى خيرة الشباب وهو ابن جار لي وصديق ومن قرية وبلدي التي أكن لها ولأهلها كل احترام وتقدير ابننا طاهر أبو زيد درويش سأقف تعظيما لهذه الروح ولبارئها وخارقها ومصورها أقفوا تقديرا للملائكة التي حضرت والتي حملت والتي ارتقت السماوات العلا حتى سمعت صوت الحق تبارك وتعالى من فوق عرشه ألا إني قد رضيت عن عبدي فاجعلوا روحه في عليين تقديرا وتعظيما وإجلالا للملكين عند السؤال وتعظيما وإجلالا للموت ولحرمته وإجلالا لله رب العالمين مالك النفسي وما كسبته والده رجى مني ومنكم جميعا الدعاء له وأنا أدعو الملايين التي ستشاهد من اليوم وفي الأيام المقبلة إن شاء الله تبارك وتعالى أن ندعو له بالروح والريحان وجنات النعيم وأن ينزل الله تبارك وتعالى عليه وعلى إخوانه وأخواته في القبور الضياء والنور والفسحة والسرور وأن لا يفتننا بعده ولا يحرمنا أجره ولا يتركنا حتى يدخلنا مدخله أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر له ويرحمه وأن يرحم آباء وأمهاتنا وأصحاب الحقوق عليه وعلمائنا وأن يرحم جميع أموات المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها الموت أمر عجيب أمر غريب لأنه كما نقول في برامجنا الإعلامية فاصل ثم نعود فالموت هو فاصل بين الحياة وبين الموت وبين الآخرة ولو أن الموت ينتهي بموت الإنسان لسهل الأمر وهان ولكن الموت ينتقل من خلاله الإنسان من حياة اعتادها ومن عالم عاش من خلاله وبين أناس أو حيوان أو فضاء أو أجواء إن عاش حالة في حياته أيًا كانت حياته ينتقل بالموت بمجرد أن يموت ينتقل إلى عالم آخر لا يعلم كنهه أو حقيقته سوى الله رب العالمين هنا الموت له هذا الجلال وهذا التخوف على مصير الإنسان الموت الذي أخبر عنه ربنا تبارك وتعالى كل نفس زائقة الموت والنفس تطلق على الإنسان المكلف وأيضا على الجن المكلف فكل نفس زائقة الموت وقد تطلق كذلك على الملائكة الكبار العظام الأطهار عندما نزل قوله تعالى كل نفس زائقة الموت قالت الملائكة الحمد لله نحن لا نموت فأنزل الله تبارك وتعالى كل من عليها فان قالت الملائكة الحمد لله نحن لا نموت كل من عليها أي كل من على الأرض ونحن في السماوات فنزل قول ربنا تبارك وتعالى ونفق في الصور فصائق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله فعلمت الملائكة أن الموت واقع وأن الموت حقيقة إلى أن يسأل ملك الموت رب العزة جل في علاه بعد أن يقبض أرواح بني آدم يسأله ربه من بقي من خلق يا ملك الموت مرة إسرافيل ومرة ميكائيل ومرة جبرائيل إلى أن يظل ملك الموت وحده فيقول الله رب العالمين من بقي من خلق يا ملك الموت يقول يا رب سبحانك لم يبقى إلا أنت وعبدك الماسل بين ليك فيقول الله رب العالمين موت يا ملك الموت فيمت ملك الموت أيها المسلمون من مصائبنا أننا نتغافل عن حقيقة لو تذكرنا ووقفنا أمامها وعشنا معانيها لا استقامت حياتنا ما كذب أحدنا وما نافق أحدنا وما راء أحدنا وما دلس أحدنا وما ضيع وقته وعمره أحدنا لماذا؟ لأنك راجع إلى ربك جل في علاه الذي ينادي في سماواته وأراضيه قائلاً لمن الملك اليوم فلا يجيبه أحد لا أحد الفراعنة ولا أحد القياطرة ولا ملك من ملوك الأرض إنما يجيب الحق على نفسه الملك اليوم لله الواحد القحاة أيها المشاهدون من أجل هذا أقول لكم إن الرسول عليه الصلاة والسلام دعانا جميعاً أن نكسر من ذكر هذا في قوله أكسروا من ذكر هذا من الذات ولا يعني قوله أكسروا من ذكر هذه من الذات أن نترك حياتنا ونذكر الموت وحده أو أن نترك اجتهادنا أو تعلمنا أو ثقافتنا أو تطورنا أو إنتاجنا هذا ولكن اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا أيها المشاهد الكريم أذكر رواية لإمامنا الطبراني أن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كيف بك يا عمر الكلام لعمر الفاروق الكلام لعمر كان إسلامه نصرى هجرته فتحى رجل أدر الله الحق على لسانه ومع ذلك قال له رسول الله عليه الصلاة والسلام كيف بك يا عمر إذا حفر لك في الأرض ثلاث أزرع وشبر في زراع وشبر هذا جائز في الفصحة في اللغة العربية ولكن اعتدنا بالتأنيس أن نقول ثلاثة أزرع وشبر في زراع وشبر وهكذا هذا جائز وهذا جائز وجاءت الرواية ثلاث أزرع وشبر في زراع وشبر يقول لمن يقول لفاروق الأمة يقول له وفي حياته أنه بعد القصور لا بد من القبور أنه بعد السلطان وبعد الإمارة وبعد الخلافة وبعد الحكم لا بد من الرجوع إلى الله رب العالمين وأين إنها حفرة ثلاثة أزرع وشبر في زراع وشبر أين الشالهات القصور البروج البروج المشيدة والمشيدة لا شيء لأنك ذاهب إلى ربك وحدك ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة حتى الكساء ليس لك كساء ليس لك إلا الكفن ولست بأفضل من رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي عندما حضرته الوفاة وقف الصحابة حائرين قال والله لا ندري ماذا نفعل أمام هذا الرسول أمام الجسد الطاهر ماذا نعمل هل نجرده من سيابه كما نجرد موتانا ومن رحمة الله بهم أن ألقى عليهم سنة من النوم وهم وقف فناموا جميعا وما استيقظوا إلا على سماء نداء من قبل العلي الأعلى جل في علاه لا تجردوه وغسلوه في سيابه وأخذ علي ومن معه بصب الماء وتدليك الجسد الشريف جسد سيدنا جسدي أشرف مخلوق وأعظم رسول وسيد بني آدم عليه الصلاة والسلام ووضع في حفرة تحت سريع أم المؤمنين عائشة أهناك أحد في الكون أعظم أو أجل أو أكرم أو أعلى بالرسول الله حاش لله الرسول يقول لعمر بن الخطاب إذا حفرت لك في الأرض حفرة سلاسة أدرع وشبر في زراع وشبر ثم قام أهلوك ثم قام أهلوك جاءت بالأرض ثم جاءك فتان القبر منكر ونكير فقال لك من ربك وما دينك ولم يكمل الرسول والسؤال ونحن نعلم يقينا أن الأسئلة في القبر سلاسة لماذا لم يقل الرسول الأسئلة سلاسة إنما ذكر عمر بقوله ثم سألك من ربك وما دينك هذا إنكار للذات والرسول عليه الصلاة والسلام بعظمته يعلم أن الجميع مسؤول عنه عن بعثته عن رسالته عن الإيمان به لأن الأسئلة من ربك وما دينك وماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم ولكن العجيب أن عمر رضي الله عنه قال لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام يا رسول الله وبعد الطبراني بلغف يا نبي الله ويكون معي قلبي الذي يكون معي اليوم قال نعم قال عمر رضي الله عنه وعرواه إذن كفيتهما كفيتهما عمر ينظر بعين البصيرة لأن المؤمن أمره عجب 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 كما قال الرسول في حديث حزيفة في حديث صهايب رضي الله عنه عجبا لأمر المؤمن أتدرون أين العجب العجب أن الإنسان المؤمن إذا أدخل قبره وأغلق عليه التراب ثم انفض عنه ناسه أحبابه أهذه كذ مشغول ولن يبيت معك في قبرك أحد ساعة ذاك لو كنت مؤمنا وجاءك الملكان ثبتك الله رب العالمين قالت أمنا عائشة كما ورد عنها في الصحيح أن عجوزين من عجائز يهود دخل عليها فأخبراها وقال له لها وقاك الله عذاب القبر وفي رواية أعلماها بأن الموتى يعذبون في قبورهم قالت فلم أنعم أن أصدقهما فدخل علي رسول الله عليه الصلاة والسلام فسألته فقال لي الرسول عليه الصلاة والسلام نعم إنه حق إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم كلها قالت عائشة ماذا أقول وماذا أفعل وأنا مرأة ضعيفة قال عليه الصلاة والسلام يسبت الله الذين آمنوا بالقول السابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة أيها المسلمون الرسول عليه الصلاة والسلام يقول له عمر هذا وعمر يقول هذا الكلام أَيَكُونُ مَعْيَ قَلْبِي الله قَلْبِي الَّذِي امْتُلِي أَيْهِمَانًا وَيَقِينًا في ذات الله رب العالمين نصرة للإسلام حبا لرسول الله حبا لأصحابه حبا لهذا الدين قال نعم قال إذن كفيتهما أَتَذْرُونَ إِذَا دَخَلَ الْمَلَكَانِ على أحدنا وهو مؤمن أنا والله الذي لا إله غيره أتعجب كيف لنفس مريضة لنفس عاجزة قاصرة لنفس جاهلة لنفس متمردة لنفس معرضة لنفس مؤملة أن يأتي يوم وتأتي ملائكة ملائكة كرام تحمل هذه الروح وتخترق بها السماء الأولى والثانية والثالث والرابعة إلى السابعة إلى قرب الحرش عند هذا كيف يكون فضل الله علينا أتدرون إذا دخل الملكان أرطمئنكم سبتكم الله وإيانا بالقول السابس في الحياة الدنيا وفي الآخرة إذا دخل الملكان على المؤمن في قبره وقبل أن يسعى له صور الله تبارك وتعالى له الكون وأراه الشمس وكأنها تغرب فيصرخ المؤمن وهو ما زال في كفنه وهو في التراب في قبر مهجور مهجور ضيق ينادي يقول أصلي العس ويصرخ في الملكين يقول الملكان من ربك يقول هو أصلي العس ويكرر هذا حتى قيل إن الملكين أراد أن ينهراه فانتهرهما المؤمن المؤمن أمره عجيب والموت لا بد منه تذكر وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا والنار تلحب من غيظ ومن حنق على العصات ورب العرش غضبانا اقرأ كتابك يا عبدي على مهل فهل ترى فيه حرفا غير ما كانا فلما قرأت ولم تنكر قراءته وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا نادى الجليل نادى الجليل خذوا المشركون غنب في النار يلتهبوا والمؤمنون بدار الخل سكانا أيها المشاهد الكريم لا تغفل ولا تتناسى ولا تتجاهل لأنك إلى ربك راجع والرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما رأيت منظرا أفضع من القبر ما رأيت منظرا أفضع من القبر ما الذي يحول بينك وبين من في القبول والله يقول أنهاكم التكاثر والرسول يقول عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور فذوغوها فإن لها تذكر الآخرة يحول بينك وبين من في القبر بعض الأحجار أو التراب أو الحصى أو الرماد لا يحول بينك وبين من في القبور حياة لا يعلمها إلا الله عندما حضر السعدن بن معاذ الوفاة دخل الرسول عليه الصلاة والسلام عليه في حجرته التي توفي فيها والرسول يسير على أصابع قدمي على أطراف أصابع قدمي إلى أن جلس فسئل لماذا لماذا تسير على أطراف أصابع قدميك يا رسول الله قال رأيت الملائكة قد منأوا بيت سعد بن معاذ الرسول وعندما يدفن سعد يقول على إن للقبر ضمة لو نجى أحد من قبر من ضمة القبر لنجى سعد بن معاذ يمر بقبرين ويوى ما فيه ما يعزبان ثم يقول وما يعزبان فيه كبير كان أحد ما يمشي بالنميمة وكان الآخر لا يستبرئ من بوله كم منا يقع في مثل هذه الأخطاء كم منا عدل أخراه عن حياته إلى التي تقول إنني ممثلة ملتزمة لا أؤدي أدوارا ساخنة حميبية في مسلسلاتي أو أفلامي في رمضان إلا بعد الإفطار الله هناك في القبر يا سيدتي ليس هناك إله للنهار وإله للليل ليس هناك إله لما قبل الغروب وإله لما بعد الغروب وإنما إلهكم إله واحد اتقوا الله أيها الناس واعلموا أنكم راجعون إلي تخلصوا من مساوئكم وأنصحوا نفسي قبل نصحي لكم تخلصوا من مساوئكم واستعدوا للقاء ربكم جل في عنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما اقتربت وفاته وكان قد طلب طلبا غريبا الرسول بشر عمرا أنه يكون شهيدا وعمر تولى الإمارة بعد أبي بك فكيف له بالشهادة ونحن نعلم أن الأمير لا يخرج في جهاد حتى يتحصل على الشهادة ثم سأل الله عز وجل أن يهبه موتة في مدينة رسوله مات في مدينة الرسول ومات مقتولا شهيدا فجمع بين الحسنين الله أسأل أن يغفر لنا وإياكم وكما بدأت حلقتي هذه دعاؤكم لابننا طاهر أبو زيد درويش ولجميع موتانا وموتى المسلمين وأن ينزل الله تبارك وتعالى عليهم جميعا في قبورهم الضياء والنور والفتحة والسرور وأن لا يفتنا بعدهم ولا يتركنا بعدهم ولا يفتنا بعدهم وأن يثبتنا في حياتنا على لا إله إلا الله وأن يثبتنا عند موتنا على لا إله إلا الله وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي كل وقت وحين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالم رب العزة عما يصفون